أهلا بك عزيزنا المشاهد والمتابعة لقناتنا قاطعة صفير الزيناء النهاردة هنتكلم عن الحبوب المنقوعة وكيفية تقدمها لطيور الزيناء ابقى معنا في ظل ارتفاع أسعار الحبوب البالكم والفلارس والدنيبة وغلو أسعار طعام الطيور تنشأ الحاجة إلى الحبوب المنقوعة كنوع من الأكل الطري والرخيص في نفس الوقت واللي بيسهل وبيرفع عن عاطق المربي والهاوي التكلفة الباهزة لأسعار الحبوب ومن هنا بتيجي أهمية الحبوب المنقوعة النهاردة نتكلم عن نقع الحبوب ودي بنتكلم فيها عن الشعير والأمح والشفان والدرى البيضة والدرى الصفرة كل دي حبوب هيتم نقعها وتقدمها لطيور الزيناء كطعام طري كمان بتساعد في نمو الفروخ في حالة وجود فروخ أو لحم تحت الأم بتنشأ الحاجة إلى الحبوب المنقوعة عشان تسهل على الأبوين اطعام الفروخ وإشباعهم خاصة إن كان عددهم كبير طريقة عمل الحبوب المنقوعة بتتلخص في تنقية الحبوب من الشوائب وغسلها جيد جدا من الأتربة باستخدام ماء نظيف وغمرها بدعف حجمها من الماء وتركها لمدة يوم كامل منقوعة في المياه أثناء نقع الحبوب بالماء يتم تغيير الماء كل ست ساعات لتجنب تكون فطريات أو سموم على الحبوب المنقوعة والتي قد تؤذي الطائر وتؤدي لمشاكل بجهازه الهضمي زي الإسهال والإمساك بعد انتهاء فترة نقع الحبوب يتم تصفية الحبوب من الماء أو انتشالها من الماء وغسلها جيدا للتخلص من أي ميكروبات أو فطريات أو شوائب ثم تضاف ملعقة لكل أفص بزوج عصفير إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك اعمل اشتراك للقناة عشان تصلك فيديوهاتنا شير الفيديو عشان يصل لأكبر عائد ممكن من المشاهدين بيساعدنا أن انت تشترك في قناتنا ده شرف كبير لينا هنجاوب على كل الأسئلة والسفرات لا تصلنا إلى اللقاء في فيديو آخر صبر أمين من قناة عصفير الزينة